مرحبا حضراتكم ونضم لينا كابتا نهاب جلال وعندنا ملفات كتيرة جدا منتخب الشباب والماتش بتاع الاهلي والمصري واللي جاي والتحكيم وكلايتنبرج صباح الفل صباح خير صباح خير نهوان صباح خير كريم صباح كل كابتا نهاب سعيدنا معك طبعا ربنا خليك مش بقدر ساعدتنا حاولينا بنستنك تيجي عشان بنفتح معك مواضيع حلوة وبنستمتع دايما بملاحظاتك كده ايه اللي ساعدت فيه امور كده بتقراها انت بابين السطور فاحنا بنسعد بقى بان احنا نتكلم معك فيه فتحب تكون البداية من البطولة مثلا بطولة ايه رأيك والاستعدادات وهل كنتوا متوقعين ان انتوا توصلوا ان احنا نوصل يعني للنهائي زي ما حصل كده ولا كانت الدنيا ماشية ازاي بس يا كريم اه منتخبنا منتخب كويس جدا وبتطور كل يوم بشكل ملحوظ جدا طبعا السن ده في المرحلة دي أصعب شوية لان من مرحلة مش عايز اقول يعني طفولة او بتاع يعني لغاية الشباب يعني دي فيه تغيرات فيسيولوجيا طبعا تغيرة جدا بالنسبة لولاد ديت فلازم تكون انت دارس الموضوع او شايف الموضوع ماشي ازاي لان موضوع خطر جدا ممكن وانا بمرن الولاد لان كنت قعدت فترة طويلة حوالي 12 سنة 13 سنة في الدورة الممتازة ما بش حاسس بالموضوع انما لما مسكت الولاد انا فاهم الموضوع لان دارس كويس فيها الموضوع دوات العمل النفس للولد او لللاعب في المرحلة السنية التغيرية دي فطبعا كنت تشوف مثلا وانا بمرنهم من حوالي سنة ونص او سنتين كان مثلا النهاردة مرنهم قال لي ايه كويس بكرة لي ايه مش كويس بعده قال لي ايه عادي فكان فيه تغيرات دي انا كمدرب ما بحبهاش لاني انا بحب جدا السبات في المستوى فطبعا من سنتين غير السنة اللي فاتت غير السنة دي غير البطولة اللي احنا لعبناها دلوقتي دلوقتي فيه الى حد ما او عايز اقول مثلا 70-80% فيه سبات دلوقتي بنسبة كبيرة جدا بنسبة للمستوى اللاعب في المرحلة السنية دي داخل على 20 سنة فابتدى دلوقتي خلاص النظام عنده يبقى ثابت شوية قبل الزبط كده فطبعا احنا من السنتين اللي فاتوا بنحاول نحضر ونحاول نشتغل معهم فكان فيه تغيرات كتير جدا احنا كانوا بتتعبنا شوية انما من البطولة اللي احنا عبناها دي في دلنا مع الجهاز الفني والموجودين كلهم ادلنا نتمرن كويس ادلنا نتسبت المستوى ادلنا انا فجيت بصراحة من البطولة بالمستوى اللاعبين يعني ليه لاني انا اللي كنت حاسس بها او الجهاز الفني كان حاسس بالموضوع دلوقتي اما وصلنا للسعودية احنا بدأنا طبعا بالعمان بالصومال بالمجموعات اللي احنا اول المجموعة لاني اخدنا ستة بنت لعبنا مع المغرب اول المجموعة الخامسة فطبعا وجهتوا الجزائر برضو الجزائر يعني كنتوا متوقعين اصلا انتوا تفوزوا علينا احنا لعبنا الجزائر مرتين في البطولة العربية في مصر كسبناها وفي بطولة شمال افريقيا برضو كسبناها فرقة كويسة جدا ومن احسن الفرق بتلعب كورة بزفت اللي ولاد كويسين جدا احنا كمنتخب مصر احنا بنحب نلعب مع الفرق الكويسة اما كنت قاعد معاكم من كذا حلقة قلنا ان النادي الاهل اما بيلعب او منتخب مصر بيلعب مع فرق اقل منه صحيح هم بيغدوا النادي الاهل ليهم يعني فطبعا او المنتخب مصر فالموضوع بيبقى وحش انما انت ما بتلعب عشان انت مستوىك عالي مستوىك كويس اما بتلعب مع فرق كويسة زي المغرب او تونس او الجزائر تبقى مصحصح دي تبقى مصحصح واللعيبة بتلعب كويس يعني انا بصراحة يعني اما كنا بلعب الصومال انا كنت متخوف جدا لان فرقه برضو مع احترامي ديها مش متوضعة اه متوضعة جدا وعشوائية بدرجة كبيرة فطبعا كنا الواحد متخوف تبقى انت متخوف ايه اللي ممكن يحصل في المباراة انما بتجي تلعب المغرب او تلعب الجزائر او تلعب تونس فرق كويسة فرق محترمة فتق او السعودية مثلا فرق كويسة جدا بتقدر تلعب معها كويس يعني احنا رحنا ابها دي عالية شوية عن سطح البحر فكان الاكسوجين كان ناقص شوية تخير حضرتك ان احنا رحنا فرق السعودية في الشوت الثالث والرابع هما اللي كانوا بيقعوا مننا وكرمبات كتير جدا واحنا كنا مسيطرين يعني كتير جدا وكنا ممكن نقصف في المباراة فطبعا الحمد لله احنا قسرنا بدربات الجزاء وطبعا تعرف ان حضرتك دي بتبقى حظ كبير فالحمد لله احنا كنا متوقعين احنا ممكن نوصل لدرجة كبيرة انما اما وصلنا للنهائي وطمعنا ان احنا ناخد البطولة ده كان شيء رائع مننا يعني ومن الولاد لان الولاد قدوا مباراة رائعة جدا واحنا طبعا مخفخرين جدا بيوم والحالة اللي حصلت هنا في مصر كنا احنا هنا كنا بنسمع يعني كنا بنشوف كأننا مثلا الفريق الاول بتاع المنتخب مصر ان كان في حالة وكان بيتصو بينا في ثقة عن الناس عمات